موسطى تصاعد قياسي لحصيلة الضحايا لليوم السابع على التوالي ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من ثلاثمائة شهيد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يبلغ إجمالي الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو ألف وستمائة شهيد بينهم خمسمائة طفل وإصابة أكثر من ستة آلاف وستمائة آخرين يأتي ذلك فيما ارتفع العدد التراكمي للنازحين داخل القطاع بنسبة خمسة وعشرين بالمئة لتجاوز عددهم أربعمائة وعشرين ألف شخص جراء استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على المناطق السكنية بحسب تقارير للأمم المتحدة التقارير أشارت لأن أكثر من ثلثي النازحين توجهوا للإقامة في مئة ومبنيين تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعمل كملاجئ مخصصة للطوارئ إضافة إلى لجوء نحو ثلاثين ألف آخرين إلى تسع وعشرين مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية كما أوضحت التقارير تعرض أكثر من سبعمائة وخمسين مبنى سكني وغير سكني للدمار ونحو ألف وثمانمائة وحدة سكنية أخرى غير صالحة للسكن بينها ما لا يقل عن تسعين منشأة تعليمية وأحد عشر مسجدة عنقطاعا كاملا للكهرباء منذ بدء الاعتداء الإسرائيلي الأمر الذي جعل خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية على وشكل انهيار منظمة الصحة العالمية من جانبها أطلقت تحذيرات من أن المستشفيات في غزة تصل إلى نقطة ما قبل الانهيار فيما يواجه وصول فرق الطوارئ الطبية إلى الميدان عوائق شديدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والغارات المتواصلة وفي تطور خطير سارعت حركة حماس لتوجيه نداءات تحذير من مغادرة السكان لمنازلهم وذلك بعدما هدد جيش الاحتلال المدنيين الذين يصل عددهم إلى أكثر من مليون شخص للانتقال إلى جنوب القطاع قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين ويستنفر مقاتلو الحركة للرد على تهجير واستهداف المدنيين بتنفيذ ضربات صاروخية تجاه عدة مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلية في المقابل أعلن جيش الاحتلال استهداف نحو 750 هدفا في قطاع غزة خلال الليلة الماضية مشيرا كذلك لاستهداف 12 مبنى المتعدد الطوابق وبحسب وسائل علام إسرائيلية استهدف سلاح الجو الإسرائيلي القطاع ب6 ألاف قنبلة تزين أربعة ألاف طن بالإضافة إلى استهداف أكثر من 3600 هدف منذ إطلاقه عملية السيوف الحديدية ومع استمرار جرائم الحرب والحصار الإنساني ضد أهالي غزة وفلسطين يتباطأ المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات حاسمة لحصول الشعب الفلسطيني على استقلاله وحقوقه الشرعية التي يطالب بها طوال أعوام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر